مساء الخير، سادت الأجواء المستقرة والمائل البرودة بوجه عام وبلغت درجة الحرارة العظمى في العاصمة عمان بحدود 22 درجة مئوية أما عن الطقس الليلة في عمان تكون الأجواء باردة نسبياً بشكل واضح في العديد من المناطق مع ظهور السحب المنخفضة في فترات الصباح الباكر لتصل درجة الحرارة لحوالي 11 درجة مئوية وتصل نسبة الرطوبة لحوالي 95% أما عن الطقس خلال أيام القادمة في المملكة غداً الأثنين تتأثر المملكة بكتلة هوائية أبرد من المعتاد والأجواء غائمة جزئياً بوجه عام مع فرصة لهطول الأمطار المتفرقة في بعض المناطق الشمالية لتصل درجة الحرارة لحوالي 16 درجة مئوية أما عن يومي الثلاثاء والأربعاء الأجواء أبرد بارد نسبياً في مناطق الجبال مع ظهور السحب المتفرقة لتصل درجة الحرارة ليومي الثلاثاء والأربعاء لحوالي 17 درجة مئوية أما عن درجات الحرارة للثلاث أيام القادمة خلال ساعات الليل غداً الأثنين توصل لغاية 11 درجة مئوية ويومي الثلاثاء والأربعاء لحوالي 10 درجات مئوية وبهيك بننتقل معكم إلى درجات الحرارة في المحافظات والمدن الأردنية ونبدأ من شمال المملكة الليلة في إيرب تصل لغاية 13 غداً 18 جرش بتوصل لغاية 19 عجلون 16 درجة مئوية وفرصة لهطول الأمطار تحديداً في المحافظات الشمالية أما عن درجة الحرارة في المفرق والزرقاء تصل لغاية 20 درجة مئوية خلال ساعات النهار منكمل درجات الحرارة حتى نوصل محافظة الصلط بتوصل أو الصلط تحديداً لغاية 17 ما دبا 16 درجة مئوية مطار الملكة علياء بتوصل لغاية 18 درجة مئوية خلال ساعات النهار أما عن درجة الحرارة في البحر الميت توصل لغاية 26 درجة مئوية الطفيلة والكرك 17 درجة مئوية خلال ساعات النهار أما عن درجات الحرارة في المحافظات تحديداً في معان بتوصل لغاية 20 درجة مئوية والعقبة منكمل درجات الحرارة حتى نوصلها منوصل لغاية 25 درجة مئوية والنهاية في رويش الدرجة الحرارة تصل لغاية 21 درجة مئوية والأجواء صافية خلال ساعات النهار أما عن ملخص الطقس في المملكة الطقس نسبيا بارد خلال هاي الليلة والأجواء مائلة البرودة خلال ساعات النهار لثلاث أيام القادمة وانخفاض درجات الحرارة بشكل طفيف اليوم غد وبهيك بننتقل معكم إلى درجات الحرارة لمدن ودول حول العالم اشتركوا في القناة